شرفنا دلوقتي لكابتن ناصر عباس خبير التحكيم المتميز للحديث عن طاقم تحكيم مباراة اليوم وانا في رأيي الملخصة كابتن ناصر ان فوز النادي الاهلي النهاردة غطى على اخطاء الحكام نورنا كابتن ناصر تحياتي لكل مشاهدي كابتن الاهلي في كل مكان تحياتي النجوم الكبار كابتن شريف عبد منعم كابتن السامة عرابي كابتن عبد الرحمن الكابتن احمد بلال مبروك لنا الاهلي مجلس الإدارة واللعابين وكل الجهاز الفني والإداري مبروك للجمهور مبروك للجمهور مصري كلها كابتن ايمن صحيح نهاردة على الأداء والفوز والنتيج قبل مروح للتحليل بس أبعت من مكاني تحية لكابتن قصام عرابي قبل المباراة يلا خليك يا كابتن ناصر وقعد معي وقال لي مفاجئ نال لها النهاردة وقال لي نال لها هيكسب قال نال لها النهاردة هيكسب وهيكسب لها كابتن ايمن فطبعا بحيّل كابتن إصامة عربي فوز النادي الأهلي مش مفاجأة كابتن لا هو قال ليه يعني قال أن النادي الأهلي هيفوز وليه هيفوز واحد واثنين وثلاثة طبعا مش هنقدر نقول الكلام اللي هو قاله ولكن بقولي أنه كان ليه رؤية كابتن إصامة عربي أن النادي الأهلي نهاردة يفوز ونتفع لأن النادي الأهلي نهاردة فاز بالأداء والنتيجة أوه الأرقام الجميلة جدا نروح لحكم نوبرة كابتن أيمن حيث قلت حاجة جميلة جدا أن الأخطاء التحكمية دائما وأبدا أن الأهلي بيغطي الأخطاء التحكمية لأن نهاردة لعبوا الأهلي نهاردة تحدوا التحكيم وتحدوا الفار وبالحالة التحكمية هنحكي ونتكلم في اللي حصل في لمسة يد عمينعم وطرد موديست أنا شايف نوجة نظري قرارين خاطئين سواء من حكم أو من حكم الفار هروح لي تحليل وده المفهوم الجديد للتحكمة كابتن لعبة عمينعم هنشوف نشوف هنا بس معنا اللعبة هنا هنا هو حسب لمسة جد على محمد عمينعم خلين نروح لي لقاة المخالفة اللي هو الحكم حسبها على محمد عمينعم مسكبتن لو عمينعم النهاردة لوحده خالص ديال طالع لوحده تتحس وحصل أن الإيد خرجت يبقى هنا المخالفة هنا الإيد تعتبر مش مبرار تمام هنا النهاردة فيه دفع دفع من حجازي وبالتالي أنا كلاعب مدافع كابتن أيمن كابتن عادل احتلال توازن هذا الاختلال بيخلي وضعية الإيد تختلف تماماً على نانا ونطلع لوحده ده مفهوم تحكيم فإذا النهاردة هو ما حسبش ولكن الفار جابه أنا حتى لو الفار جابك شوف هنا الدفع ده أثر على سعود أو طلوع عب منعم وبالتالي هنا الإيد لما خرجت خرجت نتيجة أن الدفع الواضح من حجازي وبالتالي أنا شايف هنا ركل الجزاء تم احتسبة بالخطأ عن طريق الفار وده أول خطأ من الفار في استدعاء الحاكم كابتن بلاي لو أن قلت ليه لو لوحده والإيد خرجه مفيش كلام أنا همشي مع قرار الحاكم وقرار الفار ولكن هنا الدفع ده تخلت عدم توازن لي اللعب المدافع والتالي هنا الإيد هنا تعتبر مفيش مخالفة والمخالفة هنا مش موجودة تمام كاتن عادل دي أول حالة معنا نشوف بقى طرد مويست كاتن أنا يعني عاوزين نقول الطرد ده كابتن أسامل بفيه طرد يبقى لازم أن الكوع المستخدمة هنا قوة قوة مفرطة دي أقصى أنا الكوع ولكوع ده بيروح بقوة في الوجه وبالتالي هنا القوة هنا المستخدمة قوة ضئيلة جدا جدا وإيد الراجل التاني اللي فيه هو حجاز عملها فيه كويس بالزبط ولكن الحكم في الملعب كابتن عادل ما شافش تفاصيلها أنا هنا مويست أنا طلعت آه الإيد رايحة بس مش بالقوة اللي أنت كحكم تشير بطاع الحمار بالزبط أنا قلت النهاردة أخطأ الحكم ولفار للأسف هذه الحالة أنا شاف إن أنا قرار طرد والإيد الفوش بالزبط بالزبط سأقول إن هنا الإيد المودس يا أحمد أبلال هي راحت في الأول وحسب ماشي بس مش هي دي اللي أنت كحكم تاخد البطاقة الحمار على فكرة أنا حاسس أم وجري بعديها بزبط كابتن ناصر أنا حاسس إن الكرة دي تقريبا نفديها 89 89 أنا عندي أحسس إن الحكم يعني ولفار قال لك ثلاثة وبتاعه وهي دي المشكلة كانت مش هي لكن هي مش طرد هي دي المشكلة أنا شايف طرد ظالم جدا لمودس أنا بقول لك في معايير نحنا كحكام كالتنبلال عشان نطلط في لعبة ذي يبقى قوة رايح بقوة في وجه لعب إحجازي طرد غير مستحق هناك الجزاء عم منعم غير مستحقة قرارين خلي بالك كابتن عادل في المباراة مواصرين تقنية الفار حالة اللي جاية وهنشوفها ونشوف هنا حتى كمان القرار راكت جزائي نادل الأهلي حتى الحكم ما خدش بيه القرار لكابتن نايم ودي كانت مفاجأ أنا حييت كهرباء فيها آه يعني كهرباء النهاردة وده اللي نحنا بنقوله ثقافة اللاعبين يا كابتن إمتى تعترض والحكم ما يدكش ينظار النهاردة أنت بتعترض على مخالفة واضحة هنا الإيد لعب اتحاد سعودي 15 هي اللي بتذهب الكرة كابتن عادل هي اللي راح تغيرت ده بيمنع الفراد بزلط كده غيرت الكرة بدل ما هي رايحة في اتجاه كهرباء غيرت الكرة في مسار آخر وبالتالي هنا الإيد هنا كابتن آه آه آمن ذهبت للكرة هي اللي ذهبت الكرة وبالتالي هنا كان الفار هنا مستحق فين هو يجيب الحكم راكل جزاء كهرباء كانت راكلة جزاء صحيحة بشكل عام قلنا دايما ناد الأهلي دايما بيغطع الأخطاء التحكمية خطائين في طارد مودست وراكلة جزاء غير صحيحة على عبد منعيم النتيجة النهاردة ناد الأهلي فاز بالتحدي لعيب النهاردة بالتحدي كل شيء نهاردة كابتن حاجة مفرحة جدا جدا كنا فرحانين تمانا إن شاء الله بإذن الله في النص النهائي إن الأهلي يكسب ويفوز ويوصل للنهائي كابتن حاجة شكرا جزينا كابتن ناصر اشترافتنا وإن شاء الله بتوفييرنا دي الأهلي المباراة اللي جايب إن شاء الله طيب